السلام عليكم الله يجزيكم بخير اللي عنده شي تليفون وخدام به في الكارت ميموار ضروري خاص في سمعت الشي اللي غادي نقول أنا را كنقدم لكم نفسي عبدالصامات الجهازولي كنخدم في هذا المجال دي الإصلاح لهاتي ورا كل أسبوع تتطرب علينا حالة أو كنسمع حالة كيوقع عليها مشكل بسبب الكارت ميموار الله يجزيكم بخير اللي عنده شي تليفون وفي الكارت ميموار يعرف هذه المعلومات غادي نقول ليه باش تفيده أي واحد يعني را معرض أنه يقع لي هاد المشكل هاد الله يستر تسمعوه مزيان هاد أي تليفون يعني كما كان عارفو خصوصا هاد شي جديد هاد شي جديد لأخر فطبعا كنا ديري الكود كنا كنديرو شي مولا كود مزيان باش لا طاح لي التليفون ولا تسرق لي يعني هادك السيد اللي غا يصيبوه أو اللي غادي سرقوه ما ميخدم بي حتي فورماطي وطبعا من اللي غادي فورماطي را غادي يتمحاو التصاور والفيديوهات وأي حاجة ديالي مزيان هنا كي نواحد الخدعة هنا كي نواحد السر او حال الفخ شحل مواحد كي طيح فيه شنواد الفخ هو أنه كي كي يدير تصاور دياله وفيديوهات دياله أو بعض المعلومات في الكارت ميموار في الكارت ميموار مزيان سمعوا مزيان أنا غا نطرح لكم واحد السؤال بصير سمع مزيان أي واحد كيسمعني دابي يجوب علي السؤال واش هاد تليفون هذا ممكن يطيح لي الجواب نعم واش هات تليفون ممكن يضيع مني نعم واش هات تليفون ممكن يدخل لي نعم إذا او discomfort انتركوا كدير الحماية للتيليفون مزيان ولكن لا شحل من واحد ينسى الكارت ميموار لم يدير لي الحماية أو ما يسمى ف remembers او كي رغ أيها فهذا اللي غيخول لي التليفون او من اللي غيطيح لي او من اللي غيضيع مني طبعا غدي فورماطي التليفون هاد مسألة مزيانة ولكن الكارت ميموار غدي حيّدها بحال ماهكوها وغديديرها في تليفون خر ولا في بي سي وغديدخل ويجبد منها تصاور ويجبد منها الفيديوهات شحال من المرة شحال من واحدة شحال من واحد جال عندي تيبكي وتيبكي تيبكي ومسكين داخت بي الوقت وطاع لي الضيم والتعصب والتصدم من اللي طاع لي التليفون وكتشف بأن الكارت ميموار في هاد تصاور وخصوصيه ديه عادا تابه لأنه وخد تليفون في الكود يمكن الإنسان من اللي يخولك تليفون ولا يطيح ليك ولا يصيبه يحيي الكارت ميموار ووصل للمعلومات إذا هنا الحل اشنا هو؟ إذا ضروري من الحل الحل هو أننا ناخدوا التليفون ديالنا بتشكم ونمشيوا الإعدادات الضبط يعني هذا الضبط هذا شوفوا معي مزيلا ومشيوا للبحث هنا ونكتبو كلمة تشفير تشفير بحال موقع غادي طلع لنا التشفير بطاقة الاسدي بطاقة الاسدي وندخلو لها الله يردع لكم ونديروا تشفير بطاقة الاسدي أشو كتعني تشفير بطاقة الاسدي؟ لاحظوا معي مزيلا كتعني أن أي واحد مثلا مني ستدخل لي لا قدر الله نتمنى ويحفظ الله الجميع ولك الواقايا خير من العلاج إلى تدخل لي التليفون لطاح لي ولا ضاع مني يعني وكنت أنا دير التشفير ما يمكنش لهذا الإنسان يستخدم هذه البطاقة إلا لما فورماطها إلا لما دار لها إعادة ضبط المصنع عادة يمكن لي استخدمها ومطابعة الحال كي يصعب عليه وخي يدير برامج إعادة الصور كي يصعب عليه أنه يردهم الله يردع لكم ديروا التشفير هذا أرى مهم التشفير اشكت عني؟ هاد البطاقة ما يمكن ليها تخدم إلا لها التليفون اللي دار لها التشفير ما يمكنش ليها تخدم على شي تليفون أخر وإذا حيّدات ودارت في بيسي وليف تليفون أخر ما كتخدمش كتطلب الفورماطاج وما كتخدمش نهائيا وهكوك تكوني حميتي راسك أخويا أو أختي لأنه لسحن من واحد تتعدب وحن من واحد تكرفس وحن من واحد تخرج على حياته بسبب هذا الخطأ والان حاليا نضع هذا النصيحة أنا نضع دابة التشفير داخل الشيمة أنا دابة حاليا نضع التشفير ما يمكنك إدارة تشفير من الأحسن حتى يريد أن أعس لأنك ياخذ وقت طويلا وتسنى وتسنى وتستطيع تشفير قفل او حماية الكارتة باش تخدم غير عليها التليفون ومتخطب حتى شي تليفون اخر وطبعا واحد الناصيحة عفكم من نساش حتى الكارتسين حتى الكارتسين هذي حتى الكارتسين دياننا نديرول خليوليها الكوتبين خليوليها الكوتبين باش يلطاح لك تليفون وهز ومثلا بغاء فورماطاه وخدم التليفون يصيف فيها الكود وميخدمش بها ميبوش ليش يعيط به هالناس خرين ويعير لك ناس خرين وليدير باش يحويش خرين الكارتة يكون فيها الكوتبين التليفون تكون فيه توا رقم سيري ولا شي ما وعافكم الجيميل اللي يكون في التليفون نعقله على الكود دياله لانه لعقلنا ادرنا الجيميل وعقلنا على الكود كان احتمال كبير انه يعاوننا باش نعرفوا التليفون فين كين وعد من كين يعني وقدر يساعدنا باش اننا نصله الاتسيد ليساقوا لنا او فين ضايع منا اذا تنتمنى تكونوا استفتوا والسلام عليكم اشتركوا في القناة